السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن يكون الجميع بخير اليوم إن شاء الله نقدم معكم الليمون مرقد أو الحامض مرقد أو مصير خليكم على الطريق كما قد لاحظوا الليمون أو الحامض إنتاج محلي كما قد شوفوك نجنيه معكم من الشجرة تبارك الله ما شاء الله الحمد لله على هذن يمن اللي يعطانا الله كما قد لاحظوا هذا الليمون أو الحامض بلدي وكين أيضا عندي الرومي نعمل معكم جد الأنواع كما قد لاحظوا هذا الليمون بلدي والآخر الليمون رومي اللي يعني نحضر معكم من هذا النهار إن شاء الله بجد الطرق يعني الطريقة كيفاش كنرقدوا الليمون البلدي وكيفاش كنرقدوا الليمون الرومي إذن نبدو على بركات الله كما قد لاحظوا عندي هنا جد الأنواع للليمون البلدي والرومي من بعد ما حصلتوا مزيان ونحتاج أيضاً كما تلاحظوا عندي الملح والآن سأبدأ معكم بالتحضير الليمون الرومي اللي كأبنه في المناسبات يعني فوق الدجاج أو الحم في المناسبات الصراحة اللي كيجي رائع يعني بالتجربة كان شقه بهذه الطريقة هذي كان تصمع لأربعة ومن بعد كان عمله الملح في الوسطة دياله وكان عمره في الزجاجة أو له شي قنينة بالنسبة لهذا النوع دي الليمون أو الحمض الرومي اللي كأبنه في المناسبات اللي الصراحة كما في المناسبات كما بهذه الطريقة اللي وردكم أنا يعني كيجي رائع خليكم مع الفيديو حتى الأخر إذا ملي ملعت قنينة بالحمض كنضيف عليها جد الملعق من الملح وإن هنحضر معكم نوع آخر الليمون البلدي اللي الصراح هذا كان الملعق اللي عنوشي فوق الداجج أو اللي لحف المناسبات هذا خاص بالزيتون يعني كره قدوهم على الزيتون إذا كما كتلاحظو هذا عق طولة طريفة صغارين وعن وضعه في هذا الإيناء اللي عندي أنا والآن عنطيف عليه الملاح كما كتلاحظو ومن بعد نغلق القنينة مزيان ونحرك هذا الملح مزيان في الليمون باش بدخل في الليمون مزيان ومن بعد نخليها لمدة ثلاث أيام يعني بدون ماء إذا كما كتلاحظو ها والليمون عندي محضر كما كتلاحظو وغلقت عليه بإحكم ونخليها لمدة ثلاث أيام عاد من بعد إن شاء الله ننضيفه له الماء بحضو معي الآن الليمون من بعد ما خليته الثلاث أيام من قطف الملح يعني نقص الحجم ديالو كما كتلاحظو الآن أنا نعمر عليه بالماء يعني تحت نغطي الليمون بالماء جيدا بالنسبة للليمون الرومي كما كتلاحظو عن أقلق عليه يعني جيدا وبالنسبة للليمون البلدي أو الحامض البلدي عنضيف عليه القليل من الزيت الزيت يعني من فوق باش ما كيعمل شي ديك الغيشاء ونضلق عليه جيدا ونخليوه خارج التلاجة الليمون البلدي كان نحتفظو به خارج التلاجة عكس الليمون الرومي اللي كان نحتفظو به داخل التلاجة ضروري كان نحتفظ به داخل التلاجة إذن كان هذا هو الشكل النهائي كما كتلاحظو الليمون بصير أو الحامض بصير كما كيتسميوه البعض هنا في الشمال كنقولوا الليمون امرقد كنتمنى هاد الفيديو نالإعجاب للجامعة بالصحة والرحة نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله